حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى قال حدثتني أمي عن أمي بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحو الجذع من أضعني فإنه جائز حدثنا علي بن بحر حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلاميين عن أمه قال أخبرتني أم بلال ابنة هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من أضعني أضحية